اشتركوا في القناة وذلك بحسب ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل الزبد والتمر وهذا ما رواه ابن بسر السلميين وهما عبد الله وعطية حيث قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر العراق والعراق بعين مضمومة وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وهذا ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق أشات الدباء بضم الدل وقيل هو القرع وقد ذكر ذلك صعبي أنس بن مالك رضي الله عنه فقد كان متأسيا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعي رسول الله لطعام عند خياط فذهب معه أنس بن مالك إلى ذلك الطعام ويروي في قول فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ الذراع من اللحم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب نحم الذراع وكانت تعجبه من الشات لسرعة استوائها وهذا ما رواه أبو هرير رضي الله عنه حيث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فروفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة الثريد وهو الخبز مع اللحم وذلك لأن اللحم سيد الإدام والبار سيد الأقوات فإذا اجتمع كان أفضل الطعام وقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فضل عائشة على النسائك فضل الثريد على سائر الطعام